هنا سبقت نيوزلندا دول العالم لتطلق فرحة اللقاء بعام جديد في ظلمة سماء العام الذي يغلق بابه راحلا بعد أن عصف بأكبر كابوس غرقت في تفاصيله البشرية جمعاء كوريا الشمالية وسد وغيرها بدأت دقائق أول يوم في 2021 لكنها لم تنهي ما فرضه الفيروس التاجي لم تكن الشوارع على عادتها في دول العالم فالإجراءات الاحترازية باتت متسيدة لشوارع معظم البلدان في لبنان كانت المنافسة خارجة عن قانون كورونا ليتصدر انفجار بيروت الدمار للإنسانية في أبشع مشاهد حولت العاصمة لفاجعة كبرى في السودان غرقت المدن في مشهد أكثر قساوة ليس من الخيال في شيء بل هي الحقيقة المؤلمة بعينها حيث فاض النيل غضبا أو كما قال السودانيون قولتهم المختصرة ما أصف بالعام المنتهي خسارات متتالية لأرواح ذهبت ضحية الأوبئة أو الكوارث الطبيعية مثل ما حصل في النرويج مؤخرا وقبله في مشاهد حفرت في الذاكرة وعلى رأس الأحداث غيرت الانتخابات الأمريكية الأرقام التي صرفت من قبل على أكثر حملة منافسة شديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين صعد فيها درامب إلى قوائم البحث في الأشهر الأخيرة من السنة المختلفة عن مثيلاتها يفتح العالم أبوابه لأيام جديدة في عام جديد بعد جملة خسارات ضربت الاقتصاد العالمي فيما تعلو الأمل بصناعة خروج ناجح من ظلمات ما خلفه عشرون عشرون بجملة واحدة تختزل الكلام كل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر